السلام عليكم زار والي ولاية عنابة في بحر أسبوع هذا إذن زار ملعب عقيد شابو فيلو دروم وهو معلومة مهمة الملعب عقيد شابو هو الثاني مضمار لسباق الدراجات الهوائية هذا هو ثاني في الجزائر بعد فيلو دروم ملعب عشرين أوت بالعاصمة إذن زار الملعب عقيد شابو الملاحظة هو أنه تم تنقية تنقيته وتجديده وكذلك تم وضع البساط من الألعب القيوة الملعب بالقودرون تحسب لطلائه بالطبقة المطاطية وكذلك الملاحظة الثانية الثالثة هي أنه عاينة وضعية العشب بتاع الملعب المرحلة التالية اللي راح في مرحلة يعني التعال النمو ويعني الملاحظة هو أنه يعيب سفعة عامة أنه للأشغال تهيئة تعمل ملعب العقيد شابو هو ملعب التدريبات أثناء الشعان هي ماشية بوتيرة جيدة وبطريقها الانتهاء في موعدها نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر